السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة هنحل مع بعض الكويز الخاصة بمنهج الاي سي تي او الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي او التكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنهج الخاص بالتجريبي واللغات الصف الرابع الابتدائي برايماري فور ونحل الامتحان الخاص بشهر ديسمبر يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هنا اول حاجة بيقول لنا question 1 put true او ضع علامة صح in front of the correct sentence and false in front of the wrong one او علامة خطأ امام الجملة الخاطئة رقم واحد بيقول لنا input device in computer work on processing data input device in computer work on processing data جهزة المدخلات في الكمبيوتر بتشتغل على تشغيل البيانات true ولا false شطرين طبعا false رقم اثنين بيقول لنا internet web is not important for obtaining information internet web شبكة الانترنت مش مهمة is not important for obtaining information مش مهمة للحصول على المعلومات ده true ولا false شطرين ده false برضو لانه هي مهمة رقم ثلاثة بيقول لنا the magnetometer the magnetometer is used to determine directions via satellites المagnetometer بيستخدم لتحديد الاتجاهات عن طريق الامر الصناعي طبعا برضو دي false مش صح رقم اربع بيقول لنا screen zoom software screen zoom software البرامج اللي بتكبر الشاشة helps people with visual difficulties او بتساعد الناس اللي عندهم صعوبة في الرؤية شطرين دي true رقم 5 بيقول لنا tpu او اللي ها البروسيسور يعني is a type of software is a type of software cpu هي نوع من انواع software طبعا false رقم 6 بيقول لنا block is considered one of the ways to communicate with your colleagues or friends on the internet ان انت تعمل block او ان انت تقفل الاتصال بينك وبين شخص ما بيعتبر طريقة من طرق التواصل عن طريق طريقة من طرق التواصل بينك وبين زميلك على الانترنت دي true ولا false طبعا شطرين دي false رقم 7 بيقول لنا the earth penetrating radar is used to detect underground minerals بيستعدم لتحديد المعادن تحت الارض طبعا دي true information is the final result we get after processing the data information المعلومات هي اخر حاجة بنوصلها بعد تشغيل البيانات شطرين دي true برضو رقم 9 بيقول لنا data entry is the last stage هي المرحلة الاخيرة of access to final information الوصول للمعلومات النهائية طبعا دي false رقم 10 بيقول لنا braille transformers braille transformers letter اللي هي رموز بتاعة طريقة braille بتاعة شفرة braille into prominent symbol and can be read by touching ممكن نقراها عن طريق اللمس الرموز بتاعة braille letters D هي symbols ممكن نقراها عن طريق اللمس أو can be read by touch D true ولا false شطرين دي true رقم 11 بيقول لنا removing word program انحنا نشيل برنامج الword from your device من الجهاز بتاعك لهو الكمبيوتر بتاعك helps solve most problems بيساعد في حل كل المشاكل شطرين defaults رقم 12 بيقول لنا books and magazines الكتب والمجلات are sources of data collection هي مصادر لتجميع البيانات طبعا دي true طبعا دي true طبعا دي true 13 بيقول لنا output devices output devices جهزة المخرجات help in processing data بتاعات في تشغيل البيانات دي true ولا false شطرين دي false طبعا احنا عندنا عرفنا ان البروستسور هو اللي بيعمل processing للداتا اللي هو cpu 14 بيقول لنا you can download files انت ممكن تحمل الملفات on your device على الجهاز بتاعك without an internet service من غير ما يكون عندك internet service او خدمة انترنت دي true ولا false شطرين طبعا دي false 15 بيقول لنا email is used to share data and communication among friends الايميل نستخدمه علشان نشارك البيانات ونتصل ونعمل بي تواصل بين الاصدقاء ده true ولا false شطرين طبعا دي true 16 بيقول لنا choosing search word ان انت تستخدم كلمة في البحث help us بتساعدنا get the required search result ان انت تحصل على النتيجة اللي انت عايزها من عملية search دي شطرين طبعا دي true 17 بيقول لك word processing software البرامج بتاعة معالجة الكلمات is a type of device هي نوع من انواع الاجهزة شطرين طبعا دي false رقم 18 بيقول لنا you can see what you are doing in your device by looking at the display screen انت ممكن تشوف انت بتعمل ايه في الديفايس بتاعك او على الجهاز بتاعك بان انت تشوف ايه المعروضة على الشاشة طبعا دي true طب 19 بيقول لك internet helps us الانترنت بتساعدنا in finding the information we want ان احنا نلاقي المعلومات اللي احنا عايزينها شطرين طبعا دي true طب 20 بيقول لك one of the dangers of the internet من مخاطر الانترنت is that other can use your personal data ان الممكن الاخرين ممكن يستخدموا البيانات الشخصية بتاعتك that true ولا false شطرين طبعا that true لازم تخلي بالك من البيانات بتاعتك على الانترنت طب 21 بيقول لك gps is used to find places you might need to visit gps اللي احنا عرفنا الخدمة التحديد المواقع العالمي ممكن تساعدك ان انت تلاقي الاماكن اللي انت عايز تزورها طبعا دي true 22 بيقول لك scanner الماسح الضوئي is used to print بيستغنم عشان تطبع images images from your computer on paper من الكمبيوتر بتاعك على الpaper طبعا دي false اللي بيعمل كده البرينتر مش الاسكانر 23 بيقول لك the operating system نظام التشغيل is not necessary هو غير مهم to deal with the computer عشان تتعامل مع الكمبيوتر بتاعك احنا خدنا كلام ده في الدروس الاولى خالص طبعا ده false لان ال operating system هو اساس كل حاجة 24 بيقول لك satellites الاقمار الصناعية appeared بتظهر من ذا ارا في عصر of mechanical revolution of mechanical revolution الثورة الميكانيكية الثورة الميكانيكية طبعا دي false 25 بيقول لك when someone لما شخص ما is blocked they can see your posts they can see your posts ممكن يشوفوا المنشورات والحاجات اللي انت بتنشرها على الانترنت ده صح ولا غلط طبعا ده false لما بيحصلوا بلوك خلاص ما بيقدرش شوف اي حاجة منك 26 بيقول لك the quotation mark العلامة اللي هي الاقواص دي is used to summarize بتستخدم علشان تلخص the search result نتيجة البحث that you want اللي انت عايزها the true or false طبعا the true it's no harm getting your friend's information without his permission ده مش مش هيضر ده غير ضار ان انت تحصل على بينات اصدقائك ان انت تحصل على معلومات اصدقائك من غير ما تحصل على permission بتاعهم او على اذنهم the true or false طبعا ده false 28 بيقول لك archaeologists archaeologists اللي هم علماء الاصار use ground penetrating radar الرادار المخترق الرادار المخترق للارض to find objects علشان يلاهوا الاشياء above the ground على الارض على سطح الارض ده تلوه لا false طبعا دي false ونمبر 29 بيقول لك global positioning system او gps connects to satellite متصل بالsatellites او بالامار الصناعية to determine locations علشان تحدد المواقع ده true او false شاطرين طبعا ده true وبكده نكون حلينا الكويس ده اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة وانا هسيب لكم اللينك بتاع الملف ده في الوصف اسفل الفيديو زي ما قلنا تقدروا ترجعوله وتشوفوا الاجابات بتاعكوا صحة ولا خطأ الاهم ان انت هتشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته